عاما مضى على تشكيل حكومة الأزرق التركواس ففي الثامن عشر من شاري كانون الأول لعام 2017 أدى المسشار سبيسيان كورتس مع نائبه اشتراخي اليمينة الدستورية أمام الرئيس النمساوي فاندر بلن في مختصرنا هذا أريد لكم أهم الأحداث والقرارات حسب توقيتها الزمني قدر الإمكان إصدار قانون الإعفاء ضريبي والذي سيبدأ تنفيذه ابتداء من شاري كانون الثاني لعام 2019 إذ سيتلقى الشخص مبلغ 1500 يورو عن كل طفل إلغاء الدعم المخصص لتعليم اللغة الألمانية في المدارس للأطفال الناجئين تخفيض التمويل الخاص بمكتب العمل بما يخص دورات اللغة الألمانية وهذا سيؤدي إلى فقدان العديد من المدرسي اللغة الألمانية لوظائفهم قيام فرقة شرطة خاصة في جارج باط وبأمر من وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل ونيابة العامة بمداهمة ببنى الاستخبارات العام النمساوي والمتواجد في فيينا مما أثار موجة كبيرة من الاتهامات كادت تطيحه بوزير الداخلية وما زالت التحقيقات مستمرة حتى اليوم أقرت الحكومة مطلع جار نيسان قانون حظر ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والتي ستكون ابتداء من عيد الفصح القادم وهذا لن يكون من خلال موافقة الثلاثين برلمان وإنما فقط من خلال الحصول على موافقة الولايات الفدرالية اعتماد اقتراح تعديل قانون منح الجنسية للاجئين والذي سرى مفعوله بدءا من 1 أيلول حيث أصبحت المدة المطلوبة للإقامة على الأراضي النمساوية هي عشر سنوات بدلها ستة مع إثبات مستوى لغة ألمانية بي أينز تجميد قرار المنع التام للتدخين في المطاعم والمقاي والأماكن المغلقة وبالرغم من إطلاق الأطباء مبادرة لدى الدخين إلا أن الحكومة قالت أن التصويت على حظر التدخين سيكون بدءا من عام 2022 فصاعدا تقليص الامتيازات العائلية للعمال الأوروبيين والذين يعملون على الأراضي النمساوية ولديهم أطفال في دول المنشأ والتي تسعى الحكومة تطبيقه أيضا ابتداء من العام القادم صدور قانون بإغلاق سبعة مساجد في البلاد وطرد 62 إماما من جمعية أتيب وقد أعلنت تركيا عن استيائها بشكل كبير ولكن القرار لم ينفذ بشكل حقيقي على أرض الواقع انسحام مفاجئ لرئيس حزب نيوس ماتيس شترولز في شهر أيار وضمن ضغوط لم يعلن عنها وتعين بيات تيميني رايزنجر خلفا له ويذكر أن شترولز كان من أشد المعارضين خطابا داخل أرواق البرلمان النمساوي بعد تشكيل الحكومة كما كان له دور كبير في تقديم شكوى للمحكمة الدستورية العالية بشأن اقتحام مبنى الاستخبارات العامة في فيينا في شهر شباط الماضي موافقة البرلمان النمساوي في السادس من تموز على تعديل قانون الجانب والذي يتضمن إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال طالبي اللجوء ومصادرة يهواتفهم المحمولة واحتجاز أي شخص غريب حال اجتيازه الحدود ترأس النمسا لرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بين 1 تموز و 31 من شهر قانون الأول حيث من خلال ترأس النمسا للاتحاد الأوروبي أظهرت أيديولوجيتها اليمينية المتطرفة والتي لا تتناغم مع قيم الاتحاد الأوروبي زفاف وزيرة الخارجية كارين كنايسل وبحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث تعرضت الوزيرة لانتقادات لاذعة عندما رقصت مع بوتين وانحنت له فضلا عن التكاليف التي صرفت لحماية الرئيس الروسي عند زيارته انسحاب كريسيان كيرن رئيس حزب الاسبيو المعارض من رئاسة الحزب في شهر سبتمبر وفي ظروف غامضة وتعين وزيرة الصحة السابقة باميلا ريندي فاقنر خلفا له منع الجنسية المزدوجة تركيا النمساوية وذلك بعد مطالبة اشتراخه بسحب الجنسيات النمساوية من 20 ألف مواطن تركي لمشاركتهم في الاستفتاءات التركية إلا أن المحكمة الدستورية أوقفت ذلك الإجراء قبل نهاية هذا العام إرسال لجنة تقصي حقائق من منظمة العفو الدولية للتقصي حول اختراقات حقوق الإنسان بحق اللاجئين في النمسا زيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة في اليوم أي رفع الحد الأقصى للعمل إلى 60 ساعة في الأسبوع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة بسيطة تصلك حد أقصى إلى 2.6% انسحاب النمسا من اتفاقية الهجرة العالمي والتي اعتمدت رسميا في المغرب في 11 من شهر كانون الأول هذا العام حيث بررت النمسا انسحابها بسبب المخاوف من فقتان السيادة الوطنية على مسار الهجرة واحتمال تضييق التمييز بين الهجرة القانونية والهجرة الغير قانونية بالإضافة إلا أن الميثاق قد يحول الهجرة إلى حق من حقوق الإنسان والنمسا ترفض هذا الكلام اعتقال ضابط في الجيش النمساوي متقاعد وبرتبة عقيد بتهمة التجسس لحساب موسكو ولعدة عقود تلاه عميل ثاني لروسيا وهو أحد موظفي المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب ورغم ذلك تجاوزت النمسا ذلك بقولها أن علاقاتها مع روسيا أقوى من أن يفسدها عميل ما دمج صناديق التأمين الصحي إلا أن هذا القرار لم ينفذ بعد وذلك نظرا للخلافات التي تدروح له قانون يحضر شعارات والرموز مثل شعار رابعة والأخوان وحماس الذئاب الرمادية التركية وحزب البيكيكي وأستاشيا الكرواتية وتفرط غرامة قد تصل إلى عشرة ألاف يورو على المخالفين وهذا القرار سينفذ أيضا في العام القادم قرار بإصدار بطاقات صحية الكترونية عليها الصورة الشخصية وذلك لتفادي الغش والتزوير في مجال التأمين الصحي صدور قانون لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية والذي سيعتمد عام 2020 وذلك حفاظا على البيئة إلغاء مساعدة الطوارئ والتي يحصل عليها كل من يفقد عمله بعد 6 أشهر وسبد لها بالحد الأذنى من المساعدات الاجتماعية ربط المساعدات الاجتماعية باللغة الألمانية لتصبح 563 يورو حتى حصولهم على مستوى بي أينز في اللغة الألمانية وقد قامت المحكمة الدستورية بإلغاء عدة إجراءات متعلقة بالحد الأذنى وفي مقاطعات مختلفة تعديل القانون يسمح بمنح 1000 يورو كمساعدة مبدئية واقحت أقصى 3000 يورو للاجئين الذين يقبلون العودة لدولهم الأصلية بشكل طوعي وسوف يبدأ العمل بذلك القرار في عام 2019 أما فيما يتعلق بأبرز الزيارات التي شهدتها النمسا فقد شهدت أن نمسا زيارة كل من الرئيس الروسي فلاتيمير بوتين والرئيس الإيراني الروحاني ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهؤلاء يعتبرون من أهم الأسباب التي ساهمت في زعزعة أمن المشرق العربي وهجرة اللاجئين باتجاه أوروبا كان هذا مختصرنا المفيد الأخير لهذا العام أشكر لكم متابعتكم ألتقيكم في العام القادم بكل خير وداعن